من التوصل إلى الالتزام جاد من جميع الأطراف أودع المبعوث الأممي مجلس الأمن خارطته للحل السياسي في اليمن الخارطة كما كان متوقعا حظيت بتأييد معظم أعضاء المجلس لكن يبدو أن هذا المجلس يتجنب إظهار الالتزام المفترض تجاه قراراته السابقة بشأن الأزمة الطاحنة في اليمن أمام إجماع على ضرورة إنهاء الحرب رفض الطرف الإنقلابية التعاطي الإيجابي مع أفكار السلام المنطرقة من روح المرجعية الثلاث وأصر على مواصلة الحرب وتطويرها واستغل الهدنة في تهريب المزيد من الصواريخ جاءت كلمة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني بأوضح العبارات وكشفت غياب العدالة لدى أعلى مرجعية دولية معنية بحفظ السلام وفشل مجلسكم الموقر هذا في إصدار بيان واحد يشقف فيه هذه الدولة الراعية للإرهاب رغم بيانات العديد من الدول الأعضاء المرسلة إلى السيد الأمين العام ومجلس الأمن بهذا الصدد حاجج اليماني مسؤولي برنامج الغذاء العالمي والشؤون الإنسانية بأنهما أخفي الجزء الأهم من حقيقة المعاناة الإنسانية في اليمن التي تصنعها ميليشيا انقلابية قوضت السلام وأرادت فرض خياراتها بالقوة العسكرية أظهر المتحدثون في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت من أجل مناقشة الوضع في اليمن نوعا من الرسائل المتبادلة بين القوى المؤثرة في المجلس وأحالت إلى مستوى جديد من تصفية الحسابات على خارطة اليمن المضطربة هذه المرة تحدث المندوب الروسي بلغة مصطنعة عن فضاعة الحرب في اليمن وعبرت المندوب الأمريكية في المقابل عن إدانتها القوية لمحاولة الإنقلابيين استهداف مكة المكرمة بالصواريخ بعيدة المدى بينما أعرب المندوب البريطاني عن خيبة الأمل من عدم التزام الحوثيين وصالح بقرارات مجلس الأمن يجمع المراقبون على أن جلسة مجلس الأمن لن تنتج فعلا دوليا مؤثرا في مسار الأزمة اليمنية لكنها ستؤسس لمناقشات قد تكون عاصفة في المستقبل القريب ما قد يضيف المزيد من التعقيد على الأزمة اليمنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة